في تويته كده او في بوست كده نزل لكابت المصطفى شوبير لعب النادي الاول او حارس مرمى النادي الاهلي ان هو بيتكلم فيه على الناس اللي متعمدة ان هي تجيب ابوه في جملة مفيدة فاي مشكلة تحصل في الوسط الرياضي. طالع بيقول اتهمات اتهمات وانتم صررين ان كنتوا ادخلوا اهلي وزمالك في الموضوع وايه اللي جاب اسم احمد شوبير في جملة مفيدة مع العلم ان المحامي والنادر شوقي ومش عارف انها باحمد دياب كلهم كان بيتكلموا مبارح في حلقة البرنامج بتاعت ابراهيم ابراهيم فاي ومجاش اسم كابتان احمد شوبير انتم مصررين ان انتم تدخلوا اسم احمد شوبير في اي مشكلة بتحصل في الوسط الرياضي. طب انا بتمنى ان الفيديو ده يوصل لكابتان مصطفى شوبير وان هو يشوف الفيديو اللي انا هورهه لك دلوقتي حالا ده. لكن اهم حاجة بالنسبة لي هي حالة اه ابننا ونجمنا ولعبنا احمد رفات. انا الحقيقة عندي مفاجأة النهاردة. وانا مستغربها. لانه احنا بقالنا كام سنة كده دخلنا في موضوع الكشف المفاجئ عن المنشطات في بطولة الدور العام. وده كويس. فاللعابة بتبقى عاملة حسابها. واللعابة بتبقى خايفة لانه عندنا حالات كتيرة جدا لإقاف عدد من اللعيبة في اكتر من اه نادي وحدثت في البطولة يعني. لكنه ما علمته انه هذا الموسم توقف موضوع الكشف عن المنشطات. ايوة توقف موضوع الكشف عن المنشطات. اللعيبة طبعتها بتخاف. لما بيكون في كشف عن المنشطات فبيبقوا متحسبين بشكل جامد جدا. فبقى عارف بياخد ايه بيشرب ايه دواء ايه قصة ايه مكملات غذائية ايه. وبالتالي بيبقى كل واحد عامل حسابه لانه الكشف عن المنشطات مش مباراة اهلي او زمالك اي مباراة فاركو مثلا والبنك الاهلي اه مودرن فيوتشر مع سيراميكا اهلي مع زمالك اي حاجة يعني. فلما انتهى او اختفى الكشف عن المنشطات فاللعيبة ما بقتش عامل حساب للموضوع. ايه رأيك يا كابتن مصطفى في الفيديو اللي انا وردت لك دلوقتي ده. مش هو كابتن احمد شبير طلع تاني يوم محمد وقع في الارضية الملعب. لما كانت مودرن فيوتشر كان بيت لعب التحدي السكنداري. وقع في ارضية الملعب تاني يوم عن طول كان كابتن احمد شبير طلع ايه الكلمتين دول وهو العينة بينة. انا مش جايب الكلام من عندي. او مش انا اللي مفبرك الفيديو. ده فيديو انا ذات نفسه كنت متفرج عليه تاني يوم. وبعدين كل جمهور النادي الاهلي طلع اتكلم من بارح بعد الحلقة بتاعت ابراهيم فايق مع النائب احمد دياب والنادر شوقي واللي احنا شفناه من بارح ان ربنا مش ياخدك بزن كابتن احمد شبير. لان في الاول في الاخر هو طلع اتكلم في زنة واحد هو كان بين ايد ربنا. وربنا ادي له الحياة كمان علشان خاطر يطلع يشاور على ناس معينة الناس كلها تتكلم فيها. هو مش كان كابتن احمد شبير ده كان ماسك نائب رئيس نادي فيوتشر. مش ده اللي حصل ولا انا بيجيب كلام من عندي. مش كان نائب احمد دياب كان ماسك رئيس نادي فيوتشر ايمها. اتمنى من كابتن مصطفى شبير انه ما يتصرعش في الكلام علشان خاطر جمهور بالذات. ذاكرته قوية جدا. وهيجب لك حلقات لفيديوهات تقريبا من من كورونا. عادي. مش هتفرق معاه. بس ما تطلعش انك انت تحارب في جبهة تقريبا انت جبهة الخسرانة. مش بتكلم في حاجة والله العظيم. بس فعلا الجبهة بتاعتك انت اللي خسرانة. لان فعلا ده كان كلام كابتن احمد شبير تاني يوم كابتن احمد رفعت وقع في ارضية الملعب. المفروض ان احنا بنتطلع كلام في واحد. المفروض كان بين ايدنا ربنا. كلام ايجابي. يبقى مع الناس. اه ان احنا نواسي اهله. ان احنا نعمل اي مش نقول كلام اصلا ما حصلش. وفي الاخر طلع فيه كلام حصل كتير قوي. قدت ان احمد رفعت يقع من طوله. بسبب الضغوط النفسية. وبسبب الحبس. وبسبب القهرة. لان قهرة الرجال مش بالسهل. اتمنى اعادة تفكير في اي كلمة بتطلع من كابتن مصطفى شبير عشان خاطر. المواضيع كلها بقت بينة. من نهاية. انا حبيت بس ان انا اطلع اتكلم في الموضوع ده لان اه انا كنت مضمن الناس اللي كلمت على كابتن احمد شبير. وطلعت وقلت اه اه ان النائب احمد دياب. باع احمد رفعت. وقابض التمن. واللي طب الورا. كابتن احمد شبير. فاتمنى مراجعة عشان خاطر جمهور الجامهيرة عموما زكرة قوية جدا. سلام.